السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مطالبة الصف الثالث السنوي محل امتحانات كاملة من الأعوام السابقة في المراجعة النهائية بسم الله نبدأ بعض ياريت نشترك في القناة ونفعل الكرس ونكتب في الكومنتات عندي هنا دوكم وثيقة سنقرأها والوثيقة فيها تكاتل أسئلة غير مباشرة سنوضحها مع بعض لكي أتنقل في مصر هنا الوثيقة تتكلم عن وسائل المواصلات نتجد الكثير من المواصلات يعني يوجد حلول متعددة التكسي التكسي الوبيس التران الكطار والمترو الكير القاهرة هي المدينة المدينة الأفريق يعني القاهرة هنا أكبر مدينة مدينة كبيرة في أفريقيا هنا في مقارن عندي أدبلو ودي كراند كبير ده أفريق يعني دي مدينة كبيرة في أفريقيا أي دي موند أغاب دي موند أغاب يعني في العالم أو الوطن العربي حرصة دبما أنا بقارنها بالمدين الأفريقية والمدين العربية أل أتغوى ليني دو مترو يعني أل هنا عيدة على لفيل المدينة لأنني كلمت مدينة هنا في مناء مؤنسة بتكلم عن المدينة دي أتغوى ليني دو مترو يعني يوجد فيها ثلاث خطوط مترو لو مترو دي كير مترو القاهرة يو لو بريمي مترو دي أول مترو كونستغوي با إن سوسيتي فرانسيز ون أفريقيا يعني ده أول مترو السيسر كلمة كونستغوي يعني السيسر وأنشاء بواسطة شركة فرنسية في أفريقيا لو بغي كلمة بغي يعني السيار دين تيك التيكت دي مترو يعني سيار التيكت نيبات ريشير نيبات ريشير يعني مش غالي نخلي بالنا من نيجاسيون نافية عشان بيلعب عليه في الأسئلة الغير مباشرة ها برمو دي لا دي سي دي بلاسي دان لو كارتية بخانسيبو سلمو دي لا وفي تركان خلي بالنا منها هو بيسمح إن التنقل جوة كارتية يعني المربع السكني كلمة كارتية يعني المربعات السكنية بخانسيبو الأساسية فقط يعني مش بيغطي كله هي المربعات الأساسية السكنية الأساسية فقط هو في المدينة نعمل 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 يعني الخطوط اللي بنعملها دي كلمة يغير يعني الخطوط اللي بننشأها الجديدة سوف تغير وتبدل موقف المواصلات في القاهرة كده احنا قرينا الوثيقة مع بعضه وترجمناها فأكيد الأسئلة هتكون سهلة هنشوف مع بعض الأسئلة المباشرة والغير مباشرة في القاهرة نستطيع ان احنا نتنقل وسائل مواصلات وسيلة واحدة فقط ثلاث وسائل وسائل متعددة طبعا الإجابة المظبوطة هتوب يعني وسائل متعددة لأنه في بداية لديكم الوثيقة قال لنا فيه طرق كتيرة جدا للتنقل التاكسي والبيس والتغاول يعني الوسائل المواصلات مش مقتصرة على المترو فقط تمام؟ هي عرغم هنا هنا الكلمة بلوزير مقال هاش بس استبدلها بنوم بغيز سوليسي عن وسائل متعددة كلمة سوسيتي ايه هي بقى الشركة اللي اسست اول خط مترو في القاهرة طبعا هو ذكر في الدوكمون هي وثيقة شركة فرنسية اين سوسيتي فرنسية ده سؤال مباشر واجابته موجودة في القطعة بطريقة مباشرة لوتوكي دي مترو التاكت بتاع المترو ايه تغيشير غالي تغيشير يعني غالي بزيادة ولا غالي جدا باتغيشير ولا باشير طبعا هنا مش غالي جدا وهنا مش غالي طيب نشوف كده نرجع للدوكمون الوثيقة مع بعض هو قال ايه قال التاكت بتاع المترو هنا قال ني با تغيشير يبقى قال مش غالي جدا مش غالي جدا طبعا دي الاجابة المزبوطة هنا احنا ده بيننا متعاوزين ان النفي بيكون بين الني والبا لا في اللغة البا هي دليل على النفية برضو الفرص بتوبها منفية بكلمة با ممكن ما اكتبش اني استغنى عنها تمام لو مترو اتغا فار اتغا فارس يعني المترو ده بيعبر بخلال اي بقى يعني بيمر خلال ايه توت لا فيل دو كير بغطي كل المدينة مدينة القاهرة ولا توت لي فيل دو جيبت ولا كل مدن مصر ولا كلك كارتيو كير ولا بعض المربعات السكنية في القاهرة ولا تولو كارتيو دو كير يعني الخطوط المترو الجديدة اللي هتتعمل سوف تغير أوكر في القاهرة طبعا هتغير ده سؤال مباشر موجود في القطعة بطريقة مباشرة سوف تغير موقف وسائل الموصلات في القاهرة يعني سوف تيسرها هنا في سؤال برضو بطريقة غير مباشرة من خلال الوثيقة يعني حاجة في المستقبل سوف تمتلك اللي هيكون عندها لسه بتعمل طبعا دو نوفيل لوني دو مترو خطوط مترو جديدة لسه هتنشأ طبعا هنا نوفو كارتي مربعات سكنية جديدة سوسيتي فرانسيز الشركة الفرنسية دو نوفو اتغاء يعني كطرات جديدة لأهور في الوثيقة بتكلم عن خطوط مترو جديدة نتدرب مع بعض على سؤال المواقف وازاي بنحلو يعني انت حضرتك بتطلب من صديقك يعني هو سوف يعمل ايه في الوكيند بكوشان القادم كسك قلدي طبعا انت بتقول وهو هيجاوب عليك طبعا هيقول لك هنا الوكيند طبعا سوف اذهب الى الريف فدي الاجابة المزبوطة هنا أنا بأتي من القاهرة أنا أتيت في موضي حديث من القاهرة لأ طبعا كلمة بروشان كلمة بروشان يعني حاجة في المستقبل يعني فتير بروش يعني بربا عليه مصرف في المدرب وبعدين الفعله في المصدر جي في بيان جي في بيان أنا تمام الحمد لله مرسي لأ طبعا بسألش عن حلو جي فيان دو غانت غير دي لابسينة أنا رجعت من البسينة طبعا فيان دو ده موضي حديث لأ طبعا كنا مستقبل معايا فتير بروش فتير بروش فتغمي صديقك فو دماند بيطلب منك او اين الوابور بخوندور لمترو اين هو يذهب عشان ياخد المترو كي سكي فو ديت حات قولو اي طبعا المترو جي دوا جي دوا علي على غار يعني أنا بردو توا دوا علي على غار يعني انت ياجب ان تذهب الى الغار الى المحطة توا دوا علي او بوخ يتروح للمينة هنا توا دوا علي على ستاسيون ولا توا دوا علي على ايغوبور تروح الى المطار ايجاب المزبوطة عشان اخد المترو محتاجة الا استاسيون اه كلمة استاسيون اللي هي محطة المترو اما جاغ هنا خاصة بالاتغاء بالقطار هنا خاصة بلا فيو الطيارة تمام السؤال اللي بعدي لو ميتسا الطبيب بيطلب من حضرتك يعني ايه المشكلة اللي انت بتعاني منها بيسألك سؤال بولك انت بتعاني من ايه او بيشتكي من ايه انت حتقول له ايه انا بجاوب هو بيسألني سؤال وانا بجاوب عليه طبعا هنا انا بعاني من ايه دي الاجابة المزبوطة انا عندي واجع فيوداني اما اقول هنا اه بدان بكلمة ميتسا طبيب اه انا ما بعرفش قالها ببيانو ما لهاش علاقة يعني انا وحش جدا في الرسم بعرفش الرسم انا اريد ان اصبح طبيب لا الاجابة المزبوطة عشان توصف الطن الطن كيف يل في كسك فو ديت كلمة الطن هنا الطقس وبتيجي بمعنى الوقت حساب معناها في الجملة طب انا بوصف هنا دي كغير بوصف الطقس بقول الفي الجوا بيكون ايه كلمة الفي بيكون ايه طبعا هنا بوصف الطقس البلو تغيفور يعني بيمطر بقوة اما هنا ماقول جي بورت ام بلوفر انا بلبس بلوفر تقيل لا طبعا الياد مونتانيا يوجد جبال الي تريشك طبعا هنا الاجابة المزبوطة ان الطقس بفي مطر البلو تغيفور يعني الازن بتطلب الازن دي سورتيغ عشان تخرج لسوار في المساء افيك دي زامي مع الاصدقاء كسك وديت طبعا هنا انت بتطلب الازن من باباك او ملمنتك كلمة ازن عشان تخرج في المساء بتخرج مع اصدقائك ماذا تقول هنا جي بي روگر دي لاتليفزيو عيز سوفا وشهد التليفزيون دي زلي بابا يعني متأسف بابا جي بودري دوني او مزامي او رسطور جي بكو داميان عن دي اصدقاء كتير اللي قبل مزبوطة حتوب جي بودري ديني او مزامي انا اريد انا اتعاش مع اصدقائي في مطع نخلي بالن يا جماعة التكات الست ياسو الازمينة هنا كلمة يعني موضي يعني انا بحكي عن حاجة في الماضي الاجازة بتاعتي الماضية هتقول انت بتحكي عن الاجازة بتاعتك الماضية طبعا هنا الجملة الاولى مرفوضة نهائي لانا بتكلم عن الفتري البروش يعني سوفا دي حاجة لسه هتحصل في المستقبل دي أنا برفضها حاجة في المدار أنا بقضي الاجازة بتاعتي على البحر عما أنا بتكلم هنا في الماضي في الباسي كومبوزي يعني أنا روحت عند عمي في مدينة نيسة طبعا أنا بتكلم عن حاجة في الماضي دي الاجابة المزبوطة تم الجملة الافراز الاخيرة برضو في الماضي يعني أنا روحت على شاطئ البحر في الاجازة الماضية ولكن هنا بتكلم إيه يعني هو والمفروض ده يعني أنت اللي بتجاوب و يبقى بقول ج طبعا الإجابة المزبوطة هي س هنا عندي الجرامير يعني أنا سوف أذهب عند شي هنا أداة حرف جر بمعنى عندها بيجي بعدها نوم اسم علم بمعنى بزهب عندي البت السي محلي الحلواني بوق أشتري جاتو عشان أشتري جاتو يعني الأم بتقول لإبنها نو با يبقى عندي أمر منفي الأمر المنفي مع الفعل زوداميرين تو كوش يعني لا تنام هنا كوش تو في الأمر المسبت لما أسأل أنفي برجع كلمة تو بتيجي في الأول تتحول للتو وحطها بين الني والبا هنا سي كوش ديت في المصرف مع إلي الجامعة سيكوش هنا في المستقبل جيم بكو اكتيفتي كوتيديين أنا بحب الأنشطة اليومية كلمة اكتيفتي نشاط الكلمة دي في ميناء مؤنسة هنا بتاخد ست محدش يقول لي ده مبدوها بحرف متحرك فهاخد ست ست ديت وسي الاتنين بيجوا مع الكلمة المسكولاء المذكرة بس دي مذكرة مبدوها بخصن بحرف ساكن دي مذكرة مبدوها بحرف متحرك طبعا هنا ميسيو جتغوف فوتر فيست يعني أنا لقيت الجاكت يعني الجاكت بتاعك ببدي رأي فيه بيلا طبعا هنا كلمة بيكون مرفوضة أول ملاقي صفة ادجكتيف أو ادفيرب على طول باخد كلمة تغي يعني جدا جميل جدا طبعا كلمة تغي بيجي بعديها ادجكتيف ادفيرب صفة او ظرف طبعا كلمة هنا بيكون محتاجة دو او ساعة بيجي في اخر الفراز لما يكون مسبوكة في فيرب هنا كلمة بيجي بعدها اسم مفعول طبعا نخلي بالنا من المعلومة دي هنا جا 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 سكر ك دو بير هنا في عندي مقارنة هذا ك وده عندي السكر يعني السكر ده اسم ولما اجي اعمل مقارنة في الاسم دايما بلو بلو دو بلو دو تمام اما بلو ك هنا لما يكون مسبوكين بفرب مش موجود بينهم اسم بلو ك لما يكون بينهم صفة او ظرف الاجزما ده مفعول غير عاقل نو بنصو طول جوع هنا بستبدله بالجريك ليه بقى عنا ما عنديش حرف جر مفروض من الاجزما بستبدلها بالمفعول الغير مباشر المكان مسبوك حرف جر وكمان المفعول الغير مباشر الغير عاقل هنا اصل بجملة نو بنصو نحن نفكر الاجزما يعني نفكر في الامتحان هنا مفعول غير مباشر هنا مسبوك بحرف جر وكمان غير عاقل غير عاقل فبستبدله بالجريك اياغ طبعا عندي بصيكم بزي شفتي اياغ يعني بصيكم بزي شي سوفي نو طيب نو هنا نو مصرف مع صن نو صم زلي نو صم زلي شفتي احنا رحنا عند صوفي بدان بصي كومبوزي جي في شخشي ميزافر مي تي عطان صان مينت يعني انا ببحث عن اغراضي وعن اشياء ميزافر ممكن تنتظرني مي تنتظرني دمير متكلم تنتظرني خمس دقائق انتظر انتظر امون لي الى بغط يعني بين السرير والباب الياء كلمة اه اللي حتحكمني هنا انا محتاجة كلمة مسكولا مذكرة بوستر اللي هي دي جامعة طبعا مينفعش اللي عم كلمة ميناء مؤنسة طبي يعني سجادة والكلمة دي مسكولا مذكرة يبقى دي الاجابة المزبوطة والاس هنا في اصل الكلمة بومبون جامعة ما تنفعش كليطة طيب انا محتاجة كلمة مؤنسة بغي في غي برضو المفضل كلمة مؤنسة طبعا انا عندي هنا سبوخ رياضة مذكر لق مذكر سيزون فصل من فصول السنة كلمة في ميناء مؤنسة طبعا مذكر طبعا سيزون هي المزبوطة طبعا احنا عارفين كلمة بيكو دايما مدبوعة بدو بيكو دايما من قنط تلك كمية مدبوعة بدو اي تجوغ السوي في دو مدبوعة بدو حتى لو الكلمة بعديها جمع طبعا لما بسأل على سعر شيء ده عندي مصطلح على بعض صافي صافي ده بحفظة صافي كمبيان كم سعر صافي كمبيان مينفعش هنا في مصرفة مع الجيو تي هنا في المصدر الفو يجب تعبير على بعض صافي لو عجب المحتوي ننساش لايك واشتراك في القناة اوغف واشتراك